يا جماعة فاطمة هي السيدة لسائي أهل الجنة فاطمة اللي قال عنها النبي فاطمة بضعات مني فمن أغضبها أغضبني فاطمة هي أم الحسنين يلي هن سيدا شباب أهل الجنة فاطمة أبوها في الجنة فاطمة زوجها في الجنة فاطمة هي في الجنة ومعهش كله قال لها النبي يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا أنا وأنت ليش ما عم نعمل لما توفى النبي جاءت فاطمة إلى أبو بكر تطلب ميراثها من الشيء اللي تركوا أبوها فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله يقول نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقه وفاطمة لم تسمع بهذا الحديث لها عذرها فاطمة استدلت بقول الله وورث سليمان داود قال أبو بكر يا فاطمة ورث سليمان داود يعني ورث النبوة ما لعلاقة بالمال وفي الصحيح أخذ الحسن تمر من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي كيخ كيخ ارمي بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة أبو بكر معقول يترك المسلمين يأخذ نصيبهم من الميراث حسب الشرع ويأتي لفاطمة يظلمه ويأكل ميراثة أعوذ بالله أبو بكر يلي قال لأن أصل قرابة النبي أحب إلي من أن أصل قرابتي أبو بكر يلي تصدق بماله كله فسأله النبي ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر قال أبقيت لهم الله ورسوله رضي الله عن أبو بكر ورضي الله عن فاطمة ترجمة نانسي قنقر